ماذا الزواج في 18 سنة قل من 18 سنة جريمة مطلقة لا يجب قابول استثناءات لها؟ لا نظر بأن الاستثناء القاعدة القانونية التي لدينا اليوم منطقية لا يجب أن نزل عنها إلا بالاستثناء أنا لست مع إلغاء الاستثناء ولكن طريقة لتعطي الاستثناءات مبالغ فيها يجب علينا تربية مجتمعية ويجب علينا تربية ومراقبة وإشراف على القضاة ماذا ستقدمون نحو المساواة؟ فقط بتعديل القوانين كما وقع الشأن في السنوات الأخيرة أم أنها تقدم راه كين الأرضية الاقتصادية والمجتمعية التي اختمرت بحيث أن المرأة تلقاها الآن في المدراسة الأغلبية وتلقاها في الخريجين الجامعات الأغلبية وتلقاها في العدد من اللوزينتها الأغلبية وتلقاها في الاشتغال المادي سواء في الدار أو خارج الدار هي الغالبة ولكن تمتل الفكري ديال هذه الحقيقة مازال متخلف إذن أنا أظن بأن المجتمع والدولة والنخاب الذي يطلب منهم الآن هو كيف ينتقلوا من الواقع المادي إلى صيغة الفكرية والثقافية والإديولوجية والمساواة التي لا يمكننا أن نتصوره بأنها سيتم بقرار إداري بل سيتم بمجهود التاريخي الذي سيأخذ إجيال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة